ايه بالذات الدكتور رضا عبدالسلام حصل جدل كبير عليه شوف انا عايز بس ارجو ان لكل المشاهدين اللي امتابعيننا يسمعوا كويس قوي اللي انا بقوله الموضوع من بدايته فيه لابس شديد جدا والاخباطة شديدة جدا وعايز اقولك كل ما تم تدوله في الاعلام لا صحة له مطلقا لانه من البداية عشان يبقى الكلام طالع من فمي انا اتصل بيا الاستاذ الدكتور احمد زاكي بادر يوم الجمعة الماضي تقريبا الساعة ثلاثة كنت رجعت من كفرصار كان عندنا صلاة الجمعة وكانت مزاعة مباشرة من كفرصار فتلقيت اتصال من استاذ الدكتور احمد زاكي بادر فبيقول لي يا دكتور رضا انه في تعليمات من الرئاسة ان ان شاء الله بإذن الله في حركة محافظين ان احنا نبلغ حضراتكم يعني بالانتظار لحين اعلان الحركة قلت له يعني ما روحش الدوان يعني قال يعني يفضل يعني والرجل لم يتكلم كلام فيه اي اساء لان الناس قاعدت تقول كلام على النت وتقول كلام على النت ولو عد في بيتك ومش عارف كلام ضيع الدنيا والنت والفيسبوك ضيع مصر ربنا يسطرها فطبعا قلت له طيب يعني ما روحش الدوان قال لي يفضل قلت له طب امور المحافظة هتمشي ازاي لغاية لما تعلن الحركة فقال لي ما فيش مشكلة ممكن تكلف النائب او السكرتير العام لإدارة له عشان مصالح الناس ما تتعطلش يعني الكلام دا فيش فيه غلط فقلت له يعني طيب يعني استلم عملي في الجامعة قال لي لا ما تستلمش عملك في الجامعة لان ما فيش حركة محافظين ازا الكلام دا بوضوح تام ما فيش حاجة اسمها اقالة لا اقالة ولا استقالة ولا كلام مني انا بعد مكالمة الدكتور رحمد زاكي بدر اتصلت بالنائب بتاعي اللي هو سامي سيدهم قلت له يا سعدت النائب دلوقتي اني لسه متلقي اتصال من الدكتور رحمد زاكي بدر بيقول لي فيه الوضع اللي انا قلت بالزبط فطبعا حضرتك ترجع المحافظة لانه كان في القاهرة ولكنه ترجع علشان مصالح الناس ما تتعطلش لغاية لما تباني الرؤية وتتضح الامور